تحية طيبة الحبيب يوم أمس والتي كما شاهدتم في وسائل الإعلام المختلفة توفي على أثرها واستشهد على أثرها أثنان وكذلك عدد من النصابين الذين نتمنى لهم السلامة دائما اليوم إن شاء الله سنتحدث عن هذه الجريمة النكراء البشعة التي حقيقة هي دخيلة على مجتمعنا دخيلة على عاداتنا دخيلة على تقاليدنا ولكن دائما ما يتربص أعداء هذه البلاد الطاهرة بأبناء هذا الوطن أولا وبهذه البلاد ثانيا ليحققوا مآرب دول حقيقة تناصب العداء للمملكة العربية السعودية للحديث حول هذه الجريمة الحديث في هذه الحلقة من برنامج الحدث يسرني وبكل ترحابا نرحب بضيفي وضيفكم في الستوديو الأستاذ سالم اليامي الباحث والمستشار في العلاقات الدبلوماسية أستاذ سالم حيك الله أهلا وسهلا الله حيك سعادة بلقائك حقيقة أنا أسعد الله يحفظك الله يخليك أستاذ سالم بداية يعني شهدنا جميعا هذه الجريمة النكراء البشعة حقيقة التي يصنفها الكثير على أنها دخيلة على هذا المجتمع المتماسك المجتمع المسالم المجتمع الذي في أي حال من الأحوال حقيقة هو يخاف الله أولا ومن ثم يرأف بعضه ببعض تعليقك على هذه الجريمة في بداية هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أكرر وجدد شكري لأخي الأستاذ لافي لهذا البرنامج الضافي أنا سعيد الخروج في هذا البرنامج لمرة متجددة سؤال حضرتك سؤال عميق وهو ربما يعني عمق هذا السؤال في تقديري ينبع من يعني قراءة هذا الحدث الذي لا يمكن عزله عن مجموعة من الدوائر الدائرة الأولى هي الدائرة الدولية الدائرة الدولية حاليا تشهد في العقود التي نعيشها الآن يعني درجة غير مسبوقة من حالة العنف هناك موجة من حالة العنف تضرب العالم الدائرة الثانية هي الدائرة الإقليمية الدائرة الإقليمية الآن أيضا تعرف حضرتك ويعرف السادة المشاهدين أن هناك بؤر للعنف حقيقة ثائرة الآن في أكثر من مكان وهذه البؤر للأسف يعني ليست حديثة هي يعني أقدمها تجاوزت الأربع والخمس سنوات هذه التفاعلات الدولية والإقليمية ومن ضمن مسارات معينة هي مسارات صراعية سياسية المملكة طرف فيها هناك دول تناصب هذا البلد العداء صحيح في ظل هذه المسارات الدولية والإقليمية آتي الآن إلى سؤال حضرتك الذي هو موضوع تفجير مسجد المشهد في نجران يعني هو واحدة من الإشارات واحدة من الإنبثاقات لظهور العنف وظهور الإرهاب في هذا الوطن بهدف حقيقة الإغرار بمجموعة من المعطيات الضرورية والهامة لتماسك هذا البناء واللحمة السعودية يجب على المواطنين ويجب علينا جميعا أن نفهم أن اللحمة السعودية تواجه الآن حالة من حالات الاستهداف المباشر هذه الحالة تمثلت أمس في الشكل البشع للجريمة النكرى الذي راح رحيتها أهلنا في نجران وأنا أنتهز هذه المناسبة وأدعو حقيقة وليدعو معي كل السعودين والسعوديات المشاهدين بالرحمة والمغفرة للشهداء وبالمعافاة الدائمة والعاجلة إن شاء الله للجرحة ونسأل الله أن يجنب هذا الوطن حقيقة يعني بكافة مدنه ومناطقه وأبنائه على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مناطقهم وعلى اختلاف هوياتهم هذه الموجات العنف السوداء التي لا تفرق كما تفضلت في سؤالك بين مكان مقدس وطاهر للعبادة وبين مدرسها للأطفال وبين شارع يسلكه الناس ونسأل الله أن يمن على هذه البلاد بالأمن والسلام وعلى قيادتها وعلى مسؤوليها إن شاء الله جميل سالم يعني البعض ربط عندما تبنت داعش طبعا وفي كل العمليات تبنتها داعش لا شك في ذلك والمقبوض عليهم طبعا هي خلايا سواء نائمة أو خلايا فاعلة في داعش إما عملت جريمة أو حتى من خلال تسلسل الإحداث والقبض على بعض المقبوض عليهم اعترفوا بالمجموعات التي قبض عليها في الأيام الماضية لكن عندما يتبنى داعش مثل هذه العملية والمملكة العربية السعودية نجحت حقيقة من خلال الأجهزة الأمنية وبتكاتف المواطنين من القبض على الكثير من العضاء داعش في هذا الجانب هل هناك ربط بين تفجير هذه الدور دور العبادة وترويع الأمنين وقتل الأمنين هل هو نوع من الإفلاس التي تقوم به داعش في المملكة العربية السعودية من خلال القبض؟ طبعا هم يهددون رجال الأمن وعندما لا يجدون رجال الأمن وليستطيعون أن يصلوا إلى رجال الأمن فهم يذهبون إلى دور العبادة والأمنين فهل هناك ربط بين إفلاس داعش في هذا الجانب وهذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسلوك العنفي الذي ظهر للأسف مؤخرا أمس في نجران القراءة الأولية لهذا الأسلوب العنفي يقودنا بسهولة للجهة المنفذة الجهة المنفذة كيف عرفنا الجهة المنفذة؟ عرفناها من خلال الاستراتيجية التي سبقا طبقتها في حوادث مشابهة هي تستهدف أماكن غير متوقعة على مجموعة من المستويات والمسارات على المسار الأخلاقي وعلى المسار الإنساني يعني من يحللون البنية الفكرية لهذه المنظمات الإرهابية يعني توصلوا إلى خط عام أن هذه المنظمات تتبنى أو تقوم بأفعال تستهدف هذه العناصر استهدف هذه العناصر هو مقصود في الحقيقة يعني يستغربه رجل في هذا المثل حضرتك والسادة المشاهدين والناس الأسوياء في تفكيرهم وفي سلوكهم وفي تفاعلهم مع الأحداث يستنكرون ولكن هذه المنظمات اعتمدت فلسفة وهذه فلسفة يعني هي فلسفة شريرة في الحقيقة وهي فلسفة ما يسمى بالصدمة إلى آخر مدى بمعنى هي تريد أن تحدث نوع من الهزة في التفكير وفي السلوك وفي الشعور مجدان الناس خوف يعني؟ نعم هو الخوف يعني وهناك جزء من يعني الفعل الذي تقوم به هذه التنظيمات وتقوم به حتى بعض الدول يعني على رغم أن ليس هناك إلى الآن يعني توصفات دقيقة لمفهوم الإرهاب فتسمى الإرهاب والإرهاب هم ربما درجة عالية من درجات القوف فهم يستهدفون هذه النقاط أعود لسؤال حضرتك يعني عندما نجد أن هذه المعطيات موجودة في هذا الفعل الآثم فهو حتما يعني يتبع لهذه المنظومات يعني بدون يعني لا يريد كثير عناء من المحللين للوصول إليها رغم أن الجهات الأمنية إذا سمحت لي يعني تشكر حقيقة وفي أوقات قياسية أسوأ في هذا الحادث الآثم الأخير أو في حواد السابقة يعني توصلت بطريقة منهجية وطريقة فيها كثير من تعقب الأساليب الأمنية وكشفت عن منهج التنفيذ وطرق التنفيذ وعن المساعدين والمشاركين والمتعاونين وهذا حقيقة جهد يسجل للجال وبفترة وجيزة نعم وبفترة وجيزة حقيقة تثير الإعجاب وقللت حقيقة كثير من تداعيات أخرى ولعلني من متابعتي لما حدث فينا جرام بالأمس سمعت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن جهات الأمن مشكورة قبضت على بعض الأطراق المتواطئين أو ربما من يريدون تنفيذ عمليات مشابهة وهذا جزء يشكرون عليه حقيقة أنا أعتقد أستاذ سالم بأن الشخص الوحده لا يمكن أن يفعل ما فعل مثل هذا الشخص سواء في نجران أو غيره ولكن لابد أن يكون هناك جهات ساعدت سواء أفراد أو جماعات ساعدت لفعل هذا الشيء سواء بالتوصيل باختيار المكان لا شك أن هذا العمل لابد أن يكون هناك له أيضا أجزاء مختلفة أتفق معك هذا حقيقي يعني وأجهزة الأمن يعني هي مشكورة بادرت وهناك عدد من الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وربما نكون في مفاجئة ونحن نعلم أن الجهات الأمنية لا تذيع كل شيء صحيح ليس يعني شحا في المعلومة ولكن حفاظا على ما يسمى بحالة الأمن والسلم العام يعني هي تريد حالة من الهدوء ويعني نحمد الله أن هناك حالة من الهدوء تحققت بعد هذا حدث الأثيم كانت بفضل رجال الأمن الحقيقيين وبالمواطنين أيضا حقيقة أنا وسجل إعجاب لحظة إعجاب شهدناها جميعا أمس في المواطنين من شباب ورجال يعني ساعدوا في تسليك الطرق للمرور لسيارات الإسعاف وفي نظم الحركة في المستشفيات من الاكتظار للتبرع بالدم يعني سجلوا صور جميلة حقيقة وفيها وعي يشكرون عليه حقيقة نعم الشيء الآخر يعني حقيقة عندما نأتي إلى الجهد الأمني نأتي إلى جهد أيضا الحاكم الإداري في كل منطقة حقيقة عندما حدثت تفجيرات في الشرقية مثلا نجد أمير الشرقية يزور المصابين بسرعة كذلك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن ساعد أمير منطقة نجران أيضا زار المصابين وقال نعزي القيادة والوطن ونعزي أنفسنا جميعا في استشهاد اثنين من أبناء الوطن فإن كان فراقهما مرا علينا فإن من أعظم الشرف وجل الفخر أنهما استشهد في بيت من بيوت الله كذلك أيضا أضاف أنني قلتها مرارا وأعيدها اليوم إن كانت جبال نجران شامخة وصامدة فأهلها أسمى شموخا وأقوى صمودا في وجه العدو في هذه الكلمات نعم في الحقيقة كيف تجدها في الحقيقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز يعني كان للحظات الأولى متواجد في المكان الذي حصل فيه الحادث وكلمات هذا الرجل هو كرجل يعيش بين أبنائه وإخوانه أبناء المنطقة يعني كان سند للكثيرين في صدوره المباشر وفي الحقيقة كل أجهزة الدولة المعنية وذات العلاقة وباشرت وحضرت بالأمس حقيقة وسندت في كل شيء وأنا أتفق مع سمو الأمير في تعزية القيادة وفي تعزية الوطن في شهداء الأمس لأنهم فعلا خسارة على هذا الوطن ولكن القدر اختار لهم هذه اللحظات ولا نعرف نحن ولا هم لأي شيء اخترنا ولكن ما نتفق عليه جميعا أن الوطن يعني يستحق الكثير من أرواحنا ومن دمائنا والجميع مستعد للدفاع عنه لهذا الوطن نعم لا شك بأن هذا هو موقف للمواطن السعودي أهل الشمال مع أهل الجنوب وأهل الجنوب مع الشمال الشرق مع الغرب والغرب مع الشمال يعني والوسطة كذلك يعني ما فيه أي إشكالية أو يعني ما فيه أي غرابة في تكاتف المواطنين مع بعضهم البعض وصمودهم في وجه هؤلاء الأعدال لو كانوا المنفذين أو المنفذون حتى لو كانوا المنفذون من أبناء هذا الوطن للأسف حقيقة سالم يعني مثل هذه الحوادث حقيقة التي تحدث في المملكة العربية السعودية أثبتت تكاتف أبناء الوطن الواحد سواء في الشرقية قبل ذلك أو في نجران أمس كيف ترى هذا التكاتف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الواقع من خلال الميدان حقيقة سواء في المستشفى أو التبرع الذي ذكرت بأنهم هبوا إلى التبرع بدمائهم للمصابي في الحقيقة يعني على رغم أن الفاجعة كانت كبيرة للنجرانيين والوطن حقيقة لكن كانت هناك لحظات إعجاب سجلها الإنسان السعودي بشكل عام وأسجلها سكان وأبناء منطقة نجران ومن يقيمون في منطقة نجران بمجموعة من مظاهر السلوك المتحضر والواعي حقيقة تمثلت في تنظيم حركة المرور بعد هذه الحادثة بعد هذه الحادثة كانت بعد صلاة المغرب ويعني الحركة تكون في أوجهها في المدينة وكل الطرق أقفلت بين مستشفين رئيسيين فكان هناك عملية تنظيم سارعوا إليها بطريقة تلفت الإعجاب حقيقة النقطة الأخرى هي وربما ساعدت عليها وسائل التواصل الاجتماعي هي الدعوة إلى التبرع بالدم ولأن الدعوة وصلت إلى الكل فتحرك الكل فكان هناك اكتظاظ وكان الوضع يحتاج إلى كثير من التنظيم والترتيب والتنسيق في الأماكن الخاصة بالدم وإسعاف المصابين وهذه أيضا شهدت جهد مشكور هناك نقطة أخرى أنا استشعرتها بحكم يعني متابعتي لما حدث بالأمس ومن بعض وسائل التواصل مع المعارف والأصدقاء وكذا أن هناك حالة من دائما الكل يدعو إلى التريث والتعقل والهدوء لأن هناك معلومات على سبيل المثال وأنا لا أتحرج في ذكر هذا الشيء يعني ذكر بأن المنفذ فلان 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 من قبيلة معينة أو من عائلة معينة أو من منطقة معينة من نفذ هذه العملية وعلى ما أعلنه لا من نطلق نعم و أعلن هذا الموضوع وكان هناك دعاوي بأنه لا تصيب قوم بجهالة يعني ربما أنت تذهب لأخ أو لابن أو لقريب أو لابن منطقة هذا الإنسان وتعتدي عليه لأن الحالة كانت يعني المشاعر غير منضبطة وهذا ليس دليل طبعا ربما الشخص هذا يقتل أبو هذا صحيح هذا صحيح وهذا كان منبع الوعي أن هذا الذي قام بهذا العمل الآثم قد يكون أهله لا يعرفون عنه لسنين أو لأشهر وقد يكون أهله يوما من الأيام هم ضحايا ولكن أنا أسجل إعجابي بهذه النقطة حقيقة التي دعت للتريث ودعت للتعقل ودعت للبعد عن مظاهر الإنفلات ومظاهر الخضوع للمؤثرات المباشرة بعد حادث أليم زي هذا وممكن يدخل فيها أشخاص يريدون الفتنة حقيقة وهذا بيت القصيد صحيح هذا بيت القصيد لأن هناك حقيقة يعني إذا سمحت لي هناك دائرتان للعدو الذي يواجهه المملكة الدائرة الخارجية وهي الدائرة الدولية وإحنا اتفقنا في بداية السؤال أن هناك صراع دولي المملكة طرف فيه وهذا لم يعد سرا والكل يعرفه أخاصي والداني صحيح من ناحية الأخرى يجب أن نعترف في الداخل أن هناك عدو داخلي هذا العدو الداخلي ربما ليس لديه أدوات الدفع الكاملة أو التصور الكامل للتخطيط لجريمة كاملة أو لمعركة كاملة أو لإذاء كامل يأتيه التخطيط والمساعدة والتومين والتوجيه من العدو الأكبر أو من الحاضن الأكبر أو من الراعي للإرهاب أو ربما حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي السيد سالم وأنت أعلم بهذا الأمر ربما يكون هناك أيضا شخص في أوروبا أو شخص في أي منطقة بعيد ويدخل بمعرف مستعار ويجعل نفسه من الطرف الآخر وبالتالي يثير الفتنة على الجانب الآخر وهو بعيد هذا صحيح وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الناس في قرية واحدة هذا صحيح يعني ما تدري هل هو عندك في المملكة العربية السعودية أو في بقعة أخرى ربما تكون بعيدة ولكن خلال الإنترنت يدخل بمعرف مستعار أو بأكثر من معرف حقيقة ليكون هناك مجموعة وهو شخص واحد هذا صحيح ولكن نحمد الله أولا وأخيرا يعني على ما منحه الله لأبناء بلادنا من التعقل ومن الحكمة ومن الروية ومن يعني الاستماع إلى كل يعني أصوات العاقلة وإلى ما يوجه به ولي الأمار ومعج به أمير المنطقة ومعج به أيضا رجال الآمن الذين باشروا الموضوع وأصبح الموضوع بأيديهم من اللحظات الأولى نعم وهذا طبعا يعيدنا إلى التعقل القيادة حقيقة في المملكة العربية السعودية الكثير من الأشخاص ربما فعل تفجيرات أو قتل من هذه الفئة الضالة والقيادة لم تحمل وزره إلى عائلته فيجب أن تكون لنا قيادتنا أيضا نبراسا وقدوة في هذا المجال أنه لا تزر وازرة وزره أخرى شخص ربما يقتل والده ربما يقتل أخيه ربما يقتل وحدثت حقيقة الكثير من الأحداث التي شخص قتل خاله نعم صحيح تربى عنده في بيته وآخر قتل ابن عمه فهؤلاء لا يتجرؤون على أن يقتلوا أقرب الأقربين لديهم بالتالي يجب أن تكون هناك تفريق بين صاحب الجرم وعائلته أو المقربين إليه لأنهم ربما لا يكونون أو حتى يكونون أعداله هذا صحيح بالتالي يجب أن نفرق بين هذا وتكون لنا قيادتنا حقيقة هي النبراس وهي القدوة التي نسير على خطاها والحمد لله الذي أنعملنا بهذه القيادة الرشيدة طيب الآن استسالم عندما نتحدث عن داعش ونتحدث عن هؤلاء المغرر بهم الذين ربما يفجر في مكانه ويقتل نفسه في مكانه ويفخخ نفسه في مكان آخر سواء في سيارة مفخخة أو بنفسه من خلال حزام ناسف هؤلاء عندما ينجرفون حقيقة إلى مثل هذه الأعمال الشنعاء والنكراء والقبيحة في نفس الوقت التي حرمت من الأديان السماوية وكذلك من الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمعات المسلمة عندما نشاهد هؤلاء البعض أطلق عليهم صفة المسحورين أن هؤلاء أنت الآن لو مثلا يصيبك مرض قاتل لا قدر الله ربما حالتك النفسية وحالتك العصبية تتغير وتفقد أصابك وتفقد ربما انضباطك النفسي ولكن هؤلاء يفجر نفسه ويقتل نفسه ويقتل آخرين أبرياء هل هذا سوي من وجهة نظرك هل تشوفه هل فعلا يعني يتعرضون لمثل هذه الأعمال السحرية والشعوذة لأن أغلبهم ليس به أمراض وإنما صحة في الحقيقة يعني كما قلت في البداية وفي أحد الأسئلة أن المنظوين إلى هذه الجماعات أيضا الدخول في هذه الجماعات له مجموعة من الشروط والضوابط وهذا أيضا رصدته مجموعة من التقارير الرصينة التي تتبعت المنهج وتتبعت الآلية التي تعمل بهذه الجماعات هذه الجماعات هي ما يسمى في التفكير النمطي باتجاه الإجباري الواحد هناك اتجاه واحد يدخل الشخص إليه ليس هناك خطل للرجعة هذا رقم واحد إذا دخل به لا يعود لماذا لماذا هل هناك تهديد مثلا إذا تراجع بعد أن عرف جزءا من أسرار هذه المنظومة سيكون وبالا عليها في أغلب الحالات أنه ربما يعرف أنه سيفقد حياته وإذا استمر هو سيفقد حياته وهذه مفارقة عجيبة يا أستاذ لافي هو يعرف في الحالتين أنه سيفقد حياته ولكن يفهم ويفهم من يدخل إلى هذه المنظومات الشريلة حقيقة والسرية جدا يفهم أمرين إن تراجعت إلى الوراء فأنت مرتد على عقبيك ومكانك النار وأن تقدمت إلى الأمام فستموت وستقتل أشرار في نظره طبعا وتكسب حسنات وتكسب حسنات إذن هذا الخط هذه الجماعات والإنغواء إليه هو خط الموت فعندما يدخل الشخص إلى هذا المكان قد مثلا البعض ينوي لبراءته وليحدثة سنه وليقلة تجربته في الحياة مثلا شخص يذهب يقول أنا سأذهب لإسعافات الإنسانية ولا سأذهب لأي أمر آخر وعندما يأتي يجد أنه معدل موضوع آخر لا يعني لا يستطيع التراجع هو لا يختار طال أمرك هو ليس لديه الخيار بأن يعمل ما يحب هو يجهز له عمل معين من هذه الأعمال الله يسلمك أنه يجب أن يكون له ضحايا يجب أن يضحي جميل نحن سنكمل هذا الحديث الشيق الجميل معك وتسلسل الحديث الرائع أستاذ سالم ولكن دعني أشرك معنا الآن الدكتور علي الأفنان أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعود دكتور علي مساء الخير مساء الخير أستاذ بافي مساء الخير أستاذ سال والأخوان والأخوان والمتابعين حياك الله يا دكتور يا أهلا مرحب يا أهلا حياك دكتور ونحن نتحدث عن هذه الجريمة البشعة النكراء التي حدثت يوم أمس في نجران وقبلها كانت في مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية هؤلاء الأشخاص وأنت متخصص في علم النفس هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون على مثل هذه الأعمال الشنيعة كيف تصفهم كيف تقيمهم كأستاذ في علم النفس لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة من العقلانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعزي القيادة الرشيدة ونعزي ذوي الشهداء ونسأل الله عز وجل بأن يحفظ عملنا وعقيدتنا وبلادنا وهي بلاد إن شاء الله بحول الله وعزته محفوظة لحفظها كلمة التوحيد صحيح الإشكالية الصدراتي لا يمكن أن تجتزى ولا يمكن أن نحمل الظاهرة أو المشكلة أو نعيد الظاهرة إلى سبب واحد هناك حزمة وهناك عوامل متعددة أوصلت بهؤلاء الشبرات إلى هذه المرحلة هناك إشكاليات تساعم فيها عوامل متعددة عوامل عالمية وعوامل إقليمية وعوامل داخلية وعوامل داخلية وعوامل يعني لما نحاول نتناول نتناول كل محور قد يعني يطول الوقت لكن أنا أتكلم من واقع تجربة لأنه للأسف الآن أغلب المنظوين تحت يعني لواء داعش هم من صغار السل وهذه إشكالية يجب أن نقف أمامها معشر التربويين معشر العباء معشر المعنيين بتشكيل العقول سواء المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية صحيح الإشكالية الأخرى للأسف وأنا أتكلم بصراحة وبيضوح لأن هذه أمانة هذه أمانة يعني لا تحتمل أنصاف الحلول ولا تحتمل مثل ما يقولون أنساك العصر من النص يجب أن يكون لنا موقف أنه ماذا تم إنجازه خلال أربعين سنة ما يسمى بقضية الدعوة للجهاد والذهاد إلى مناطق الصراعات أنا من واقع تجربة ومن واقع معايشة في برنامج البرنامج الرائد برنامج سمو الأمير محمد ولي العهد وليك نهاية لأي شخص يذهب لهذه المناطق أنا أسميه مناطق الصراعات والحروب ومناطق الألعاب الألعاب السياسية وألعاب الاستخبارات العالمية صحيح ليس للشاب نهاية إلا القتل إلا أن يكون قاتل أو مقتول أو يكون شريء متشرد أو يعني يقبع في سجل هذه النهاية لا بد أن نكون صادقين يعني حتى الناس اللي أنا ما قال يحرضون الشباب وأنا من هذا المنظر أتحفظ على بيان صدر قبل عشرة أيام يتحدث عن قضية ما يجري في سوريا للأسف هذا ما يجيش هؤلاء الشباب وهؤلاء المندفعين وهؤلاء المتأورين لا شك لا بد أن أتعاون سويا كمؤسسات رسمية وغير رسمية والناس المعنيين في القلم والناس المعنيين في تشكيل الضائع وأنا أعون كبيرا على دور المؤسسات التربية مؤثرة في الجامعات والمدارس وكذلك على المناظر المناظر يجب أن توظف خطمة الجمعة لحماية الناشا ولحماية الصغار ولحماية أمن الوطن لأنه للأسف ترى ما حدث بي نجران يعني قد نتوقع حادث آخر قادم في أي مكان يعني مكان لما لا يجب أن تتعامل الشباب مع فكر والفكر هذا يحتاج إلى يعني تعاون كافة المؤسسات للمواجهة ولا يحتمل ولا يحتمل عملية المنطقة الرمادية أو إنساك العصر من النص هذه سلام وهذه دماء ونسأل الله عز وجل أن يعني يحمينا ونصرف عن بلادنا الشر والأشرار نعم إذن نتمنى السلام إن شاء الله ونتمنى العودة أيضا لأبنائنا الذين غرر بهم حقيقة وذهبوا سواء إلى مناطق الاضطرابات في كل مكان أو الذين أو الذين يخططون ويفجرون هنا في المملكة العربية السعودية لا شك وأكد معي سيداتي على الموقت تضيب على موضوع دورة الأسرة دورة الأسرة نابد أن يكون الأب قريب من الأبناء ونابد أن تكون الأم قريبة من البناء لأن للأسف التجنيد الآن ليس بالضرورة أن يكون يعني وجه لوجه ممكن أن يتم التجنيد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نعم صحيح من خلال الانترنت من خلال شبكات هذه هذه مشكلة الحقيقة أنا يعني حاول أن أختم حاول أن أختم في نقطة مهمة أنه بإذن الله وبحول الله عز وجل هذه البلاد محبوطة بحب الله عز وجل لكن علينا مسؤولية علينا مسؤولية ويجب أن نكون صادقين مع أبنائنا مع أولا الناشئة لأنه للأسف هذه المنظمات الإرهابية تستهدف من الشريح اللي تقع أعمار الناظر 15 إلى 25 سنة نعم صحيح عموما يعني نعود ونقول بأن الرقابة هي الأساس في هذا الجانب والأسرة لها دور كبير يعني الدولة مشكورة يعني ما قصرت وفتحت مراكز المناصحة وكذلك الحماية وأيضا الاحتفاظ ببعض المغرر بهم إلى أن يعود إلى رشدة ولكن أيضا الأسرة يجب أن تتساعد مع الدولة في هذا الجانب الدكتور علي الأفنان سيد علم النفس بجامعة ملك سعود شكرا جزيلا لك شكرا شكرا يا دكتور شكرا أستاذ سالم يعني الحقيقة يعني الدكتور علي شخص لنا بعض الجوانب المهمة حقيقة اللي يجب أن يقوم بها أفراد المجتمع وأولهم الأسرة يعني نحن نعرف بأن الدولة ما قصرت هناك مراكز مناصحة وهناك ولكن إذا كانت الأسرة لا تهتم في هذا الجانب فأعتقد بأن هذا الشخص الذي هو عضو في هذه الأسرة حقيقة إذا لم يجد الرادع من أسرته ومن مجتمعه المحيط به والقريب منه لن يلقي بما تقوله الدولة أي بال هذا صحيح إذا سمحت لي يعني أعلق بإضاءة سريعة على يعني مساهمة أخي سعادة الدكتور علي العفنان له كل التحية والتقدير حقيقة يعني في مساهمة الدكتور علي هناك يعني عنصرين مهمين العنصر الأول هو من الصعب ومن غير المنطقي أن نحيل مشاكلنا أو ما نتعرض لهم مشاكل منها مشاكل الشباب والتغلير بهم وتجنيدهم في المنظمات الإرهابية إلى سبب واحد فحتما دائما يكون هناك أكثر من سبب وهذا التفكير أو هذا المنهج في التفكير يتناغم كثيرا مع المنطق هذا رقم واحد نعم النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة وأشكر ساعدة أخي الدكتور علي عليها حقيقة هي نقطة ضرورة يعني ليس محاسبة الذات إنما اكتشاف الذات اكتشاف الذات نحن كسعوديين يجب علينا يعني أن نجرب في هذه المنطقة لدينا تجارب نحن في هذه المنطقة ليست حديثة علينا أو ليست جديدة علينا ولكن يجب علينا تعميق تجارب تكثيف الذات وفي الحقيقة أنا وقع في يدي بحث رصيين في هذا المجال لباحث أمريكي وسبقا عمل في المملكة في أحد البحثات الدبلوماسية وشخص حالة مقاومة المملكة للرهاب أو المسارات التي يعني سارت فيها المملكة العربية السعودية وكانت هناك ثلاثة مسارات منها المسار الأمني وكان منها مسار آخر له مسار يعني ما يمكن تسميته توضيح المعتقد الديني والذي تتبنى المملكة كمؤسسات رسمية وكدولة وهناك يعني مجموعة من التصريحات التي تنفي عن هذا هذا الأمر ما يرمي به الأعداء نعم بقيت النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها في هذا السياق وهي نقطة استعادة اكتشاف الذات وهي كما قال الدكتور علي مراجعة كثير من الآليات ومن أساليب العلم والتعليم والتعلم حقيقة الموجودة لدينا يعني بحثها وإخضاعها لنوع من المراجعة هذا ضروري حقيقة يعني لكي لا يكون هناك طبعا المملكة خطت يعني وكان هناك لجنة الكل يعرفها كانت برئاسة المغفور له بإذن الله الأمير سلطان بن عبد العزيز وغفر الله له هذه لجنة مشهورة في المملكة وأحدثت كثير من الجدل حولها وحول مشروعها ولكنها كانت ضرورية لكي تنفي هذه البلاد عن نفسها وعن مقرراتها وعن تعليمها وعن نظامها الثقافي أي تهم سالبة في هذا المجال أعادني لكل هذا التفكير هو فكرة الدكتور علي في المراجعة هذه أنا أعتقد أنها فكرة جوهرية وربما تجنب كثير من الشباب يعني هناك مجموعة من التغيرات نعود لتعدد الأسباب هناك مجموعة من التغيرات ربما تخلف الدور التقليدي للأسرة الدور التقليدي كان قديما وتقليديا وتاريخيا يقوم على حميمية التواصل هناك خط تواصل مباشر بين أفراد الأسرة الأم الأب الأبناء هناك دوائر للاتصال بينهم يومي ولحظي وساعي يعني منذ أن يبدأ النهار حتى ينتهي النهار طيب في ظل هذه الأجهزة الذكية التواصل الاجتماعي أحسن هذه مشكلة هذه فتتت يا أستاذ ما هو حل هذه أستاذ لا في فتتت فتتت كثيرا الحقيقة من الأدوار التي كانت تقوم بها الأسرة كنواء أولى للمحافظة على العضو فيها على الفرد فيها سواء ابن أو بنت صحيح حتى الرجل الآن المؤاخذة يعني الأب والأم هم أيضا يعانون من هذا الانفلات يعني وهذا له أثار اجتماعي ربما الأخوان في الجامعات وفي مراكز الأبحاث يرصدونها ويعني يبينون نتائج هذا المجتمع ولكن هذا الخلل هو جزء مما نعانيه ويعني أدلل على ما أقول هنا بأن معظم من تم تجنيدهم في هذه الشبكات تم تجنيدهم إلكترونيا نعم صحيح يعني لم يجندوا كما قال الدكتور علي مباشرة يعني عبر اللقاء المباشر في شارع أو في كافي أو في عزوم أو في لقاء عام لا إنما يجندوا إلكترونيا فهذه الأجهزة الحديثة هي أحدثت للأسف يعني نوع من الخلل في نظام الأسرة التقليدي وأبعدت الناس عن بعض العائلة والأبناء والرقاب على الأبناء ومتابعة الأبناء هذا أحد المنزلقات التي نعاني منها حقيقة لتجنيد أبنائنا خاصة إذا عرفنا أن معظم من يتأثرون بهذا الفكر هم في الحقيقة وأعود أنا لما سبقاً ذكرت ولحضرتك قبل قليل من التقارير التي تحدثت عن تنظيمات هذه التنظيمات وآلياتها وستراتيجيتها أنها ترمي للمتابعين والمشاهدين والأشخاص بمعلومات معينة حوالي مثلاً طرق الحياة في دولة كذا في منطقة كذا في تنظيم كذا في نظام كذا فأنا استعجب يعني يأتي شخص من الشمال وشخص من الجنوب نقصد من شمال القار نعم صحيح صحيح ومن الجنوب يريد أن يرى هذه يعني الأسلوب المختلف في ذرة الحياة وعندما يأتي لا يجد شيء يجد كما تحدثنا في الأول الطريق ذو الاتجاه الإجباري الذي بدايته موت ونهايته أيضاً موت صحيح هذه للأسف هي المسوغات التي تعيشها يعني المجتمعات اليوم وهي التي تؤدي الأسف بشبابنا وتدمر يعني رقابتنا الأسرية التي كانت موجودة وتجعل كثير من شبابنا وقود وتجعلهم تجعلنا نحن نصنفهم يعني وبألم وبمررة أنهم عدو داخلي صحيح يعني حتى في بعض آيات ممكن العدو إذا كنت يعني تعرفه أو بعيداً عنك ربما تتقيه ولكن العدو القريب منك هو المشكلة هذا صحيح صحيح للأسف هذه هي الإشكالية وحقيقة يعني حتى الآن الأعاب الإلكترونية الموجودة في أيدي الأطفال ربما الطفل لا يتجاوز السادسة من عمره من خلال هذه الألعاب الإلكترونية يحدث أو يتحدث مع شخص ربما في قارة أخرى هذا صحيح هذه إشكالية هذا صحيح لكن كيف الأسرة وكيف الوالد والوالدة يتابعون أبنائهم ويراقبونهم في هذا الجانب ربما يلعب لعبها ربما الوالد أيضاً لا يعرف تقنيتها فمن خلال أنت كوالد أولاً وكمواطن ثانياً ومهتم وتخاف على أبناء بلدك وعلى بلدك ما هو توجيهك للأب للأم للأخ للأخت ولي الأمر في الحقيقة يعني أحسد في الحقيقة أن الأسرة يعني هي واحدة من مؤسسات التنشئة التقليدية مؤسسات التنشئة لها دور تاريخية مؤسسة التنشئة دائماً تنقل القيم والمعايير الأخلاقية والثقافية من جيل إلى جيل من الذي ينقلها؟ هناك حقيبة يتركها الجد للإبن للأبن هذه الحقيبة تكون في خزينة الأسرة هي من أهم الخزائن لذلك كانت الأسرة يعني أنا ربما بسطت التشبيه ولكن هذه حقيقة الواقع يعني الأسرة كانت هي يعني أهم مراكز التنشئة الاجتماعية وربما الأسرة يعني هي يعني حصن لمناحي التنشئة الأخرى هناك لدينا تنشئة اجتماعية عندنا تنشئة ثقافية عندنا تنشئة سياسية بمعنى كل سلوك نتمنى أن يحذوه الفرد في المجتمع ذكرا أو أنثى نحن نضع معايير معينة لهذا السلوك ثم نغلسها في هذا الفرد ونضع الفرد في المجتمع ليكون يتعامل متماهيا مع ما يتعامل به الأفراد الآخرون الأسرة عندما تفقد هذه الدور يعني تفقد دورها كمؤسسة للتنشئة نرى الخلل جزء من الخلل هو الإنعزالية الآن الإبن منعزل عن الأب الأب منعزل عن الأبناء الأم منعزل عن البنات الكل في فلكه الخاص فلكه الصغير ويعني الآن منابع الشرر ومنابع الخطر تأتي عبر الانفراد بهؤلاء المنعزلين عن بعضهم وهذا يذكرنا بالحديث الكريم أو ليس حديثنا لاستمتأكد أن الذئب يأتي القاسية من الغنم يعني المنعزل هو صيد سمين هو صيد سمين لكل من يريد توظيفه توظيفا منحريفا في المجتمع نعود لإصلاح الأسرة نحن الآن يجب أن نصلح الأسرة قبل أن نصلح الأفراد لأن إذا صلحت الأسرة سيرطح الأفراد هنا يجب على الأخوان في الجامعات وفي مؤسسات التربية والتعليم وفي يعني الجوامع وفي حلقات المساجد وفي جمعيات الأحياء وفي المدارس وفي وسائل الإعلام ونحن في جهاز عظيم تلفزيون أن يقوم بهذا الدور ولكن بشكل استراتيجي يكون هناك خطة ترسم مرسومة كاملة على مستوى الدولة على مستوى البلد لإعادة هذا وأنا أجد حقيقة يعني لا أريد أن أفصل في هذا كثيرا لأن هذا بالحقيقة شيء صعب ليس بس شيء سهل ويحتاج حلقات طبعا هو يحتاج حلقات ويحتاج يا أستاذ لا في عمل عمل مؤسساتي هذا يرقم واحد صحيح الشيء الآخر لن نكون في هذا البلد منعزلين عن ما يحدث في العالم صحيح لأن كل الدول في حوالينا يعني عندما نخرج مثلا إلى دول الخليج أو دول العالم العربي أو إلى دول الأخرى نجد أن هناك تيمة عامة سيمة عامة سيمة غالبة وهي استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني لنقول يعني إدخال التكنولوجيا على المستوى الفردي هي الآن السيمة الطاغية وهذه إشكالية ولكن في تقدير لأنه إذا وجدت مؤسسات لديها خطة وستراتيجية فاعلة وواضحة ربما تنجح فيه عموما سأسهل معانا الله كل يوم طالع لك برنامج جديد في الإنترنت وموقع تواصل جديد ونتمنى السلام ونتمنى عودا حميدا حقيقة إلى رشدهم من أبنائنا الذين ظلوا الطريق إلى جادة الصواب إن شاء الله رسال سالم اليام الباحث المستشار في العلاقات الدبلوماسية شكرا جزيلا شكرا لك وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على طيب متابعتكم نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم الحدث حقيقة لا يسعون في نهاية هذه الحلقة إلا أن ندعو بالأمن والأمان والسلامة لوطننا ولقيادتنا ولأبنائنا شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر